كل يوم في تطور جديد في مجال الذكاء الاصطناعي آخر هذه التطورات والتقنيات هو تصميم هيكل عظمي للروبوتات بألياف عضلية ده بيشبه لحد كبير جدا أداء العضلات عند الإنسان الطبيعي وده كمان حيساهم في تعظيم قدرة الروبوت الحركي خلينا نعرف تفاصيل أكتر من ضفنا المهندس محمود الكومي خبير الذكاء الاصطناعي أهلا بيك يا واشواندس وصباح الخير عليك صباح النور تصميم هيكل عظمي للروبوت أنا مش هسأل بقى إمتى وليه أصلا ليه أحامل إيه بالهيكل عظمي وإن يكون عنده ألياف شبيهة للعضلات ليه حامل بيه تمام خلينا نتكلم الأول عن موضوع الروبوتك ساموما أو ليه علم الروبوتات الروبوت ساموما عشان نستدر مشاهدين ده محاكاة للإنسان الطبيعي في مهام معينة ده تعريف الروبوت باختصار إن أنا أعمل الروبوت تمام يحاكي الإنسان عشان لمهمات مثلا صعبة لمهمات الفضاء لمهمات مثلا الإطفاء إن أنا إزاي حافظ على الإنسان الحاجات دي كلها عشان كده بنروح نعمل روبوت إن أنا هعمل روبوت ليه بيبقى فيه المكون الأساسي أو المكونات الأساسية اللي فيه إيه أولاً بيبقى فيه مكون أساسي اللي هو السكيلتون بتاعه إحنا عندنا طبعاً السكيلتون تمام؟ الروبوت بيبقى عنده تكوين أو تشريح تمام أنا عندي عضلات تمام؟ الروبوت بيبقى عنده حاجة اسمها أكشويتورز تمام؟ أنا عندي برضو مستشعرات أو عيون أو كده هو بيبقى عنده سينسورز أنا برضو عندي برين هو برضو بيبقى عنده كنترول طب الحاجات دي فإذاً أنا عندي أنا اللي سمم الروبوت ده من البداية أو علم اللي أسس علم الروبوتات ده هو قاصة يحاكي الإنسان بكل تفاصيله بالعضلات بالهيكل عظمي كله بالضبط يعني طبعاً عمرنا كعلماء أو مهندسين عمرنا ما هنوصل لخلق لا عز وجل لكن إحنا بنحاول نعمل حاجة تساعد الإنسان وصلنا لحد فينا باش مهندس عملنا حاجة عشان نعمل عضلات شبيهة للإنسان وصلنا لحد فينا الموضوع ده يعني إحنا بنتكلم دلوقتي عن جزء في تطوير الميكانيكال سيستم بتاع الروبوتكس في جزء الأكشويتورز إن أنا إزاي إن أنا هي محاكي العضلات أو مشابه العضلات الأول إحنا كنا بنستخدم في الأكشويتورز بتاعت الروبوتز موتورز بعد كده التورد شوية بينا بنستخدم بعض ميكانيزم المختلفة أنا لقيت إن أنا عندي استخدامات تانية أنا مش هقدر إن أنا أعملها زي إيه مثلا خلينا نحاكي نشوف مثلا حركة الزواحف أو التعبان التعبان عنده بيتحرك بإيه؟ هو عضلة عضلة كاملة بيتحرك يقدر يدخل جوه المباني وأيًا يكفل أنا آسف من الناس اللي بتخدم التعبين بس ده أقرب مثال اللي أنا أتكلم فيه ده أقرب مثال اللي أنا أتكلم فيه طيب فهنا أنا العلماء استخدموا بعض الألياف إن أنا إزاي مع تحرك الموتورز دي أنا مش تخليها لاين واحد ولا موتور واحد لا أنا أخليها أكثر من موتور وخلي كل الألياف اللي أنا بتاعتي هحاكيها في شكل ألياف عضلية صناعية وهبدأ إن أنا أعمل ده في خلال إيه؟ يعني مثلا أنا دلوقتي موضوع الفليكسبل روبوتز ده مش موجود من دلوقتي موجود من فترة طويلة لكن إحنا بنتكلم دلوقتي عن تطويراته فخلينا نبدأ إذا بدأ الفليكسبل روبوتز تكسر روبوتز عشان نتكلم عن تطبيقاته مثلا إن أنا إزاي إن أنا ممكن أعمل روبوتز مثلا تدخل جوه المباني المحطمة إنها تنقذ الناس فبيعملوا روبوت على شكل سناك إنه هو يدخل جوه المباني يارف فش في الحاجات الصعبة دي مؤقدة جدا بدون التكنولوجي دي وبدون الفليكسبل روبوتز دي مستحيل كنت أقدر إن أنا أعمل ده جميل في الأهرامات أقدر إن أنا أدخل وأستخشف مغبرة الملك خوفو من خلال ده إن أنا أقدر أدخل فليكسبل روبوتز يقدر أنه يدخل واستكشف ده وينقلي بالصوت والصورة اللي بيحصل جوه كمان بقدر إن أنا أستخدمه في الطب إن أنا يقدر إن هو يدعم الناس اللي عندهم شال الرباع أو يعمل لهم تأهيل حركي بحيث إنهم يقدروا إنهم يمشوا تاني أقدر إن أنا أستخدمه كمان في التصنيع إن أنا دلوقتي بدل منع عندي دلوقتي الروبوتز بتبقى فيه حاجة اسمها الدرجات الحرية أو ديجريب فريدومس الدرجات الحرية دي كلما كترت في الروبوت كلما الروبوت ده بقى عنده كمية منورة كبيرة فإذا أنا الفليكسبل روبوتز دي بدأت إنها تديني يعني سامحية للدجريب فريدومس أكبر بكتير قوي من الروبوتز العادية فإذا في المصانع أقدر إن أنا هندل كمية أكبر وأسرع من الإنتاجية تمام ما كانتش موجودة قبل كده طيب ممكن أن أستخدمه كمان مع الرياضيين إن أنا أدربهم بشكل أسرع كمان إن أنا أستخدمه كمان في التعليم إن أنا دلوقتي بالنسبة للفليكسبل روبوتز أنا دلوقتي إن أنا أقدر إن أنا أوري الطالب بشكل عملي أو بشكل تعليمي بروتوتيبز زي ما حررت كنت بتتكلمي قبل الحلقة نمازج بالسرع نمازج بشكل أسرع وأدق وأقدر إن أنا أوري لهم كمان إزاي إن الروبوتز دي بتشتغل وبتأدي مهام عاملة إزاي وأوري لهم المهام دي بشكل أسرع دي الفليكسبل روبوتز بشكل أدق طبعاً اللي إحنا بنتكلم فيه مؤخراً اللي هو معهد MIT طلع حاجة أو طور في موضوع الفليكسبل روبوتز بحيث إنها تبقى طبعاً نحنا وصلنا للمرحلة دلوقتي أقوى وإنها يعني كان الأول فليكسبل روبوتز كان فيها بعض المشاكل إنها يعني إحنا بنعتمد دلوقتي لو كلمنا كمهندسين فالموضوع بيعتمد على قوة الشد فمعهد MIT عمل حاجة اللي هو قوة الشد ما تبقاش في كل في كل اتجاهات تبقى أقوى يعني في النواحي بتبقى ريجل تبقى جامدة تمام؟ وفي النواحي تانية بتبقى فيها إلاستيار ده بيدي مرونة أكتر فإذا أنا وصلت شوية يعني قرفت شوية من العضلة البشرية فأنا هنا هقدر كمان أعمل إيه بقى الروبوتات اللي بتحكي الإنسان اللي هي الروبوتات اللي هي على شكل إنسان بقى اللي هي اللي بتقدر تتفاعل مع البشر فهنا أقدر إن أنا أعمل روبوت بشكل كامل بشكل بشري دلوقتي يقدر إنه هو يديني حركات طبيعية للإنسان يقدر يرؤس شكل الإنسان مثلا تمام؟ يعني أنا بجيب المثال برضو اللي هو يقدر إنه هو يحرك يقدر إنه هو يعمل سوامنج بشكل طبيعي زي الإنسان ده اللي عملته ده التطور الأخير اللي جعلته مع الإيماجي طيب إحنا عندنا دلوقتي الفايبرز والألياف الصناعية المحاكاة للعضلات مع الهيكل العظمي مع الذكاء الاصطناعي إحنا كده بنتكلم في إن إحنا زي ما حالك قلت يعني إحنا مش بنحاول نكريت أو نخلق إنسان ولكن إحنا بنحاول نعمل محاكاة بقدرات بشرية يعني بإذن الله سبحانه العز وجل بحيث إن إحنا نقدر نستخدمه في حاجات إحنا ده بيخوفنا إنه طب ما حيبدل وظائف الإنسان وزي حالك قلت حيستخدم تدريب الرياضيين وحيستخدم في التدريس وحيستخدم في الجراحة والطب كده الناس هتعمل إيه؟ طيب يعني موضوع القلق دايما الشائع من فجدان الوظائف يعني إن أنا أفجد الوظائف ما أنا ما تخلينا نرجع للتاريخ يعني العصر اللي هو القريب بتاع الكمبيوتر اللي هو بدأنا من بداية الألفنات إيه اللي حصل؟ اللي حصل إحنا مش فجدان وظائف هو تطوير الوظائف وكمان إضافة وظائف كمان جديد ودي حاجة معظم الناس عارفان طيب أنا دلوقتي بالعكس أنا دلوقتي فيه تطويرات دلوقتي هتساعد في الطب كتير يعني أنا المستر بتاعي كان في جامعة ستانفورد إن أنا إزاي إن أنا أعمل يعني إن أنا ساعد إزاي الطبيب على التشخيص إن أنا إزاي أتنبأ بالمرض كمان قبل يحدثه بشوية بحيث إن أنا أبدأ إن أنا إيه أدي للإنسان ده علاج بخصوصا في الأمراض اللي هي المتعلقة بالأورام والسرطانات فإزاي إن أنا أبدأ إن أنا أعمل التشخيص ده بشكل أدقى أكتر طيب اتكلمنا على العضلات وإزاي أعمل روبوت يحاكي جسم الإنسان عايز أسأل حضرتك على القدرة الذهنية لأنه في روبوت دلوقتي ممكن تساعد إنها تكتب قصة إنها تعمل نهاية الفيلم معين إنها تغذية المعرفية إنها يتقدم معلومات بنشوف ده بشكل كبير جدا طبعا بناء على التغذية اللي أنا بقوم بها كبشر يعني إلى أي مدى إلى جانب القدرة العضلية ممكن يبقى فيه قدرة عقلية للروبوت الفترة اللي جاي طيب القدرة العقلية اللي موجودة دلوقتي اللي بيعتمد عليه الالجوريزميس اللي موجودة لحد دلوقتي واللي إحنا بشوفناها يعني إحنا بنتكلم عن الإي آي إحنا كمطورين وبحثين عارفين إيه عيدة يعني أنا مثلا بدأت أدرس الإي آي من 2011 مثلا التشعيب بتاع الإي آي الناس بدأت تشوف الصور وعملنا صورة بالإي آي ومش عارف إيه ده بدأ بعد الكورونا وبعد ما عملنا الروبوت بتاعة الكورونا وبعد عشرين عشرين عموما ده بدأ التفرق بتاعة أو التشعيب بتاع الموضوع ده فحاليا بدأ يظهر شهاد جي بي تي بدأ يظهر يعني بعض الطولز اللي تقدر انها تعمل لحيات كتير قوي المتخاصصين نفسهم ما بغوش يقدروا يعملوه يعني مصممين الجرافيكس بدأوا يقولوا إحنا بقينا بنلاقي أي آي تولز ما إحنا نفسنا بقي من الصعب إن إحنا نوصل لنفس المستوى ده ما ده بيخوك مير حي كنترول الزكاء الإصطنوعي إيه بقى الموضوع ده طيب إن أنا دلوقتي ووصلت دلوقتي لازم علشان أقدر إن أنا أتعامل مع حاجة لازم أفهمها كويس قوي طيب إيه نقاط القوة ونقاط الضعف بتاع الإي آي لنا أقدر إن أنا أتعاشي أنا أقدر إن أنا أتعامل معي نقاط القوة بيستغل السرعة بتاعة الكومبيوتر ويتخزين الناتا الكفير أنا كبناء آدم ما عنديش الحتة دي أو ما وصلش للحتة دي طيب بس أنا عندي إيه عندي حاجة سبحان الله ربنا خالق أهالي اللي هي القدرة على اتخاذ القرار أنا اللي أقدر أخذ القرار بس هو ممكن أن أخذ القرار برضه مش لازم يبقى صحب هو مش بيبقى كيروت زي البناء ده يعني الزكاء للصناعي عشان سريعا برضه الزكاء للصناعي هو عبارة يعني أنا الزكاء الطبيعي بتاعي هو عبارة عن شبكات عصبية نواة نيرون نيتوركس أنا عندي في الزكاء للصناعي أتفيش نيرون نيتوركس تمام فدي شبكات صناعية لكن أنا عندي شبكات طبيعية فالاختلاف هنا مهما كان يعني طبعا لو كترنا لو كترنا ليه يارز كتير يعني شبكات الاصطناعية دي لو طبعات ليه يارز كتير فأنا دخلت هنا في قصة ديب ليروننج تمام؟ دي قصة ثانية مش هنتكلم فيها دلوقتي لكن أنا بتكلم دلوقتي إن أنا هنا بس أنا عندي هنا قدرة على اتخاذ القرار هتكون أقل بكتير من العامل البشري إحنا اللي بنوجه يا بشوهات العامل البشري هو اللي بيوجه الزكاة الاصطناعي في مرحلة ما فأنا بأخذ الحتة تاعة البرامبت انجنيرينج اللي هو الملكن لما أنا جا أتكلم أستخدم شاتج بيتي أو أي أي تول أنا اللي بأخذ مهمة الملكن على حسن تخصوصي أنا اللي بستفيد بوظفها يعني يا بشواندس محمود الكومي خبير الزكاة الاصطناعي طبنتنا لكل الناس اللي قلقانا شوية من فكرة الممكن إزاي بقى فيه وظائف تنتهي فهمتنا ورجعت معينا فعلا فكرة إن الوظائف بتتطور مش بتنتهي بتأثر في بعض وبتتأثر في بعض أعتقد ده ممكن يكون فارق جدا مع ناس كتير وكمان طرق الاستخدام المختلفة وبرضو عايزين نعرف من حراك فرصة يعني إيه بقى الفرص الجديدة أو الوظائف الجديدة اللي ممكن يخلقها عالم الزكاة الاصطناعي طبعا يعني إحنا عندنا مسميات كتير جدا ممكن ما نعرفش اسمها لكن هنتكلم مثلا وظيفة خبير الروبوتات يعني أنا خبير الروبوتات فيه فيه وظائف زي مثلا خبير الأمن السبراني فيه مرائب روبوتات فيه حاجات يعني إحنا بديتكلم يعني لو تكلمت عن حاجات معينة الناس ممكن تفهمها أنها من الخيال شوية بس هنتكلم اللي هو معظمها هتبقى الوظائف اللي بنتكلم عنها هي مبنية على الموضوع زي ما كان قبل كده معظم الوظائف اللي موجودة دلوقتي مرتبطة بالكمبيوترز أنا بتكلم الـ AI دلوقتي ما بيتعلموش بس الديفيربرز أو المهندسين كل المجالات اللي لازم ده يوصله لازم يعمله أسقاط على مجاله اللي بيعمل ده من بدري بيوصل هيوصل للمنطقة وحيطور من مهاراته هيتطور من نفسه ومن مهارات العمل اللي بيشتغل فيه بشكل جديد بالضبط ولازم ونفس الوظائف اللي موجودة حاليا يعني وظيفة المسلا للملاكن الملاكن للذكاء اللي صناعي ده ده حاجة هتبقى موجودة وموجودة قريب جد إن حد هيطلع يعني مش كان قبل كده مفيش حد اسمه بلوجر أو حد بتاع السوشيال ميديا هيتطلع بعد كده وظيفة هيولك ده الرجل ده بروام بكينجينيري وهيظهر مهندس طلقين وهيظهر في الجماعات التخصص ده أكيد كل شكرا لك المهندس محمود الكومي الخبير الزكاء الاصطناعي نورتانا وشرفتانا أهلا وسهلا بك نورتانا مش مهندس